بسم الله الرحمن الرحيم نبارك إلى الشعب البحريني عيد ذكرى الاستقلال الوطني المجيد في 14 أغسطس وبهذه المناسبة أحب أن أشير إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى بأن ما حدث في الاستقلال في 14 أغسطس 1971 حدث في ذلك الوقت الاستقلال الجزئي لم يكن ولم يتم الاستقلال الكامل كل ما حدث في ذلك الوقت أنه تم تسليم حقيبة الاستعمار من الاستعمار الأجنبي الخارجي البريطاني إلى الاستعمار الداخلي المتمثل في نظام آل خليفة وبالتالي بقيت البحرين تحت الاستعمار ولكن بمسمى آخر وتحت استعمار داخلي وهذا من ضمن خططات أنظمة الاستكبار في العالم حيث أنها انسحبت من الدول التي كانت تحتها وتحت سيطرتها وبدل أن تكون مستعمرة بشكل مباشر سلمت هذه الدول إلى أنظمة عميلة وبالتالي بالنتيجة بالمحصلة تكون هذه الدول تحت الاستعمار ولكن من خلال هذه الأنظمة العميلة إلى الاستكبار العالمي أما النقطة الأخرى فإن في كل الدول الشعوب والأنظمة تحتفل بعيد الاستقلال إلا في البحرين في البحرين الشعب يحتفل بعيد الاستقلال بينما النظام لا يحتفل بعيد الاستقلال بل على العكس من ذلك يطالب بعودة الاستعمار كما صرح بذلك الدكتاتور المجرم السفاح حمد عندما قال إلى بريطانيا قبل عام أو عامين من طلب منكم الرحيل أي يطالب بعودة الاستعمار أما النقطة الثالثة فهي مناشرة إلى جميع أهالينا وشعبنا الصامد في البحرين وإلى جميع المكونات السياسية في البحرين مناشدكم بأن تتفاعلوا وتتضامنوا وتحشدوا إلى الاحتفال بهذا اليوم المهم جدا بالنزول إلى الساحة وبالتفاعل مع جميع الدعوات التي تنادي وتدعو إلى التظاهر وإلى التفاعل وإلى إحياء هذا اليوم بما يليق بهذا اليوم المهم جدا وهو يوم استقلال البحرين عن الاستعمار الأجنبي لكي نصل جميعا لكي نصل جميعا إلى اليوم الذي تكون فيه البحرين بدون الاستعمار الداخلي وبهذه الاحتفالية وبهذا الحضور إن شاء الله في يوم 14 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة